90 دقيقة ستجمع هذين العدوين في مباراة سياسية منتظرة الحكم فيها هو جمهور الناخبين والأهداف التي ستحرز ربما لن يتم تعويضها مناظرة رئاسية مرتقبة في الولايات المتحدة وربما في العالم بأسره بين المجرم المدان والمجنون الخرف كما يحلو لكل منهما وصف الآخر استعدادا للانتخابات المقبلة للجلوس على كرسي البيت الأبيض جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي ودونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق يتقابلان وجها لوجه للمرة الأولى منذ أربعة أعوام علاقة الرجلين ببعضهما وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها وحبل الود بينهما مقطوع تماما التضخم مستعر والجريمة خارجة عن السيطرة أوروبا في حالة من الفوضى والشرق الأوسط ينفجر وإيران تزداد جراءة والصين تتقدم وهذا الرئيس المحتال يجرنا نحو الحرب العالمية الثالثة انظروا إلى كل خطوة يقوم بها منذ أن صار رئيسا عداوات واتهامات واستخفاف واستهزاء بايدن وصف للمرة الأولى سلفاه ترامب بأنه مجرم مدان ووصفه ترامب بأنه يوقع على قرارات للإتجار بالبشر لكن كيف يخططان لإقناع الجماهير بالتصويت لهما؟ خلال المناظرة سيدافع ترامب عن نفسه بالتأكيد فيما يتعلق بإدانته بأربع وثلاثين تهمة جنائية وسيحاول إظهار براءته أما بايدن فسينفي الاتهامات التي تشكك في قدراته العقلية ومستويات تركيزه وصحته بشكل عام أبرز الملفات التي سيتم التطرق لها هي الملفات التي تتعلق بقضية الهجرة التي تمثل أهمية كبيرة للأمريكيين وقضية حضر الإجهاد والوضع الاقتصادي والمنافسة مع الصين بالإضافة إلى العلاقة مع روسيا وإسرائيل والحرب في أوكرانيا وغزة الطرفان في هذه المباراة السياسية سيضعان نصب أعينهما إحراز هدف في الدقيقة تسعين الدقيقة الأخيرة في المناظرة